طيب نروح بقى لخربيش وصيد الكاميرا طبعا دوري كانواف كناش مناخدهم نبدأ بخربيش ومباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب واللي انتهت طبعا اربعة اتنين لصالح الاتحاد احتكاك حصل بين احمد عبدالعزيز لعب المقاولين ورو ماريو لعب الاتحاد احتكاك كان بعصبية جمدة قوي لكن حسام حسن مدير فني تدخل براف في الوقت المناسب عشان يفض الاشتباك ونجح محمد الحنفي حاكم اللقاء ان هو يخلي الاتنين بعد كده يسلمه على بعض دي يعني خربوشة كده سريعة وبنحي فيها طبعا كابتن حسام حسن على تدخله السريع والحنفي على ان هو قدر يخلي يعني لان الحاجات دي بتخليها تخلي مباراة عصبية وربما الاتنين لو ما حصلش صلح وكلام ده كله يبقى فيه توطر فأداهم فبرافو للاتنين الحقيقة الخربوشة التانية من مباراة غزل المحلة وسموحة واللي انتهت زي ما احنا عارفين بالتعادل واحد واحد احمد حمص لعب سموحة اعترض بشكل حد جدا ضد القرار البنة في حكاية ضربة الجزاء بتاعت غزل محل حكم يعني تحدث معصبية جديدة لا حتى لا يقوم بالاعتراض على قراراته مرة تانية بص الحكم زقه ازاي والله طبعا انا محبش استخدام اليد ابدا لكن هو الحقيقة كان رائع كابتن البنة في قراراته النهاردة وكان متزن جدا جدا ولما تعدت الكورة قدامنا شوفنا كلنا يعني بوضوح شديد جدا انها ضرب جزاء واضحة 100% 100% لكن الاطراض طبعا كان غير مقبول برضو زقه غير مقبولة ده اه اسف ده كان فاول في الوسط كان فاول في الوسط انا اسف تمام نروح بقى لصيد الكاميرا مباراة اسوان وامبي اللي انتهت في الوقت الضايع بهدف قاتل لأسوان وثلاثة قاتل غالية جدا على فريق نادي امبي فرحة لعارمة النهاردة في استاد اسوان بعد صفارة النهاية بتحيي الفوس طبعا مباراة دي الاولى اللي بيلعبها اسوان على ملعبه منذ انطلاق مباريات هذا الموسم عشان كده الفرحة كانت كبيرة جدا فرحانين ان هما لعبوا على ملعبهم وفرحانين طبعا ان هما اخدوا ثلاث نقاط والفرحة الكبيرة ان الثلاث نقاط جت في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضايع يعني ثلاث افراح في لقطة واحدة تلعب على ملعبك بتاخد ثلاث نقاط والثلاث نقاط بيجوا في الوقت الضايع فبتبقى دايما اهداف في الوقت الضايع دي لان الفرحة اللي قدامها خلاص ما عنداش وقت انها تعود فالفرحة بتبقى ثلاثية اخر سيد طبعا في مباراة الاربعة حد سكنداري والمقالو العرب والفوز الكبير لسيد البلد على المقالو العرب اربعة اتنين نتيجة طبعا كبيرة جدا جدا في الدقائق الاخيرة واثناء قيام محمد الحنفي الحاكم بمراجعة الفار في ضرب الجزاء لصالح المقولين كل اللعيب احاطوا بيه في منطقة الجزاء وشاخط فيهم جامد جدا وقال لهم بطلوا دوشة مسامع منكم حاكة لان الراجل عايز يسمع الحاكم بتاع الفار بيقول له ايه فطبعا كله حواليه ده بيتكلم وده بيتكلم بص سيف الجاري بقول له ايه بقول له والنبي يا كابتن والنبي يعني في النهاية حاجات دي كلها لا تؤثر على الإطلاق حاكم أونست راجل عادل بيسمع اذا حاكم الفار قال له نتيجة بيقولها قال له روح شوف الفار بيروح واللي بيشوفه بيحسبه يعني أصدقل ايه لا زعيق دول ولا زعيق دول هيكله اي دور في قرار الحاكم